نعم مثل ما ذكرتم منذ أن انطلق العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة سال يمني بموقف صريح وواضح لإسناد هذه المظلومية الكبيرة العملية حققت أهدافها بكل المستويات إذا ما شئنا أن نتحدث أولا على المستوى الأخلاقي والإنساني والديني والمبدأي فاليمنيون بقيادتهم وشعبهم وجيشهم وقواتهم وقفوا وقفة تنصر المظلوم تجاه الظالم وتقف مع الضحية في مواجهة الجلاد وذلك ينسجم مع المبدأ الديني والإسلامي والقرآني الذي يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وهذا الانتماء الديني والأخلاقي جسده الشعب اليمني في وقوفه الصريح والواضح إلى جانب الشعب الفلسطيني في الاتجاه العسكري بلا شك الأرقام والمعلومات التي يذكرها قادة الكيان الصهيوني بل وتذكرها كبرى الصحف الغربية والعربية وما يذكرها المعنيون من إصابة الموانئ الإسرائيلية بالشلل التام والخسائر الاقتصادية التي لحقت باقتصاده كذلك حققت العملية اليمنية أهدافا كبيرة بإشغال الموقف الأمريكي والغربي وخاصة الأمريكي والبريطاني الذي هو جزء لا يتجزى من المعركة في العدوان على فلسطين الأمريكي هو الدعم هو الممول هو الحامي هو المساند هو من يقف خلف الكيان الإسرائيلي للاعتداء على الشعب الفلسطيني هذه الفرقاطات ربما التي تتواجد في البحر الأحمر والبحر العربي كانت ستتواجد في البحر الأبيض المتوسط وتشن عدوانا أكثر ضراوة على الشعب الفلسطيني لذلك حققت العمليات اليمنية هدفا مهما بإشغال القوات الأمريكية والبريطانية إضافة إلى ذلك هذه العملية أثبتت أن هناك محور للمقاومة محور للقول والعمل للقول والفعل محور حقيقي ينتفض ويتحرك عندما يلزم ذلك للتوجه إلى القضية الكبرى في العالم العربي والإسلامي هذه العملية اليمنية حققت هدفا مهما وهي أنها أزالت الطائفية المجيطة التي حاول الإسرائيلي والأمريكي على عقود عبر بعض الدول المنبطحة والمطبعة أن تقدم أن الصراع هو عربي فارسي أو مجوسي كما يحلو لهم أو شيعي سني وهنا اتضح أن الصراع الطائفي لا أساس له بين شعوب الأمة وأن القضية الفلسطينية قضية وحدة المسلمين والموقف اليمني أزال هذا البعد وأثبت أن اليمن وإن كان في أكسى الجزيرة العربية فهو حاضر بموقفه العروبي الإسلامي الديني ليساند الشعب الفلسطيني